بسم الله الرحمن الرحيم أكيد كلكم هلقانين ومنتظرين للنتيجة وخايفين وبالذات اللي جايب بتقديرات مش كويسة في الترمي الأول إن شاء الله في الفيديو ده هقول لكم إمتى النتيجة هتظهر نتيجة أولى وتانية بإذن الله في الترمي الأول النتيجة كانت تقديرات أنا قلت قبل كده في فيديو وبقول تاني إن شاء الله النتيجة الترمي ده هتكون درجات وهتكون درجات كمان بالتفصيل يعني هتاخد كمان درجات الترمي الأول ودرجات الترمي التاني هتاخد كل درجة كل مادة انت جبت فيها كم في الترمي الأول والترمي التاني جبت كم وفي المقالي جبت كم وفي امتحان التابلت جبت كم في مجموعة امتحن يوم تلاتين خمسة بس دول قليلين جدا اللي هما ما قدروش يمتحنوا في الفترة اللي فاتت دول يعني في معظم المدارس قليلين جدا جدا وفي مدارس ما فيهاش خالص حدها يمتحن لان المدارسة كلها امتحن التابلة تشتغل عندها كويس طيب بالنسبة للتصحيح انا عارفين طبعا ان تلاتين في المية دي بتصح في المدارسة عايز اطمن الطالبة يعني وافتكروا الكلام ده كويس التلاتين في المية بتاعت المقالي عايز اقولكم يعتبر ما حدش نزل فيها خالص كتير جدا واخد الدرجات الهائية كتير جدا وكان فيه رفع فيها في كل المواد رفع كبير في الدرجات فدي هتفرق كتير وبالنسبة لانتحن التابلة الطبيعي ان الادارة التعليمية ان شاء الله الوزارة هتبعت الدرجات للمدارس هتبعت الدرجات للمدارس طيب اللي جايب درجات مش كويسة مثلا في الترمة الاول يعني اولا كل اللي جايب مقبول ده على مسئوليت انا كل اللي جايب مقبول فما فوق ده ناجح بليون في المية قيل عندك الكلام ده عشان تفتكره لما نتيجة تظهر كل اللي جايب مقبول في الترمي الاول في اي مادة حتى لو حقاله وحش بشرط بس انه يكون في المقالة كتب كتب كويس على الهل كتب يعني ما سابش حاجة فاضية واذا كنت جايب مقبول او جيد او ممتاز في الترمي الاول يبقى انت ناجح تماما يعني فيه ناس جايب مقبول بتسألني بتقول لنا جايب مقبول يبقى كده مقبول كان انزل وكده بقولك لا جايب مقبول هتنجح مية في المية طيب اللي جايب ضعيف بقى اللي جايب ضعيف بنسبة على حسب الدرجة انت جايبها دي انت لو ضعيف مثلا مش ضعيف جدا ضعيف بس انا بقولك احتمال احتمال فوق الخمسة وتسعين في المية هتكون ناجح بتقدير مقبول في الشهادة في الدرجة الكلها يعني هتنجح بتقدير مقبول اذا كنت جايب ضعيف هتعلق لمقبول اما لو ضعيف جدا هي دي بقى المشكلة لو كان الطالب جايب ضعيف جدا هتبقى مشكلة بس انه هيمتحنها في شهر ايه هيمتحنها تاني يعني في شهر ستة ان شاء الله هيمتحنها بس في الوقت ده هتبقى فرصوته برضو في النجاح مش وحش يعني فانا عايز اطمن كلكم ما تلاووش خالص اطمنوا باذن الله باذن الله الدرجات هتكون فوق توقعاتكم فوق التوقعات طيب بالنسبة للمعاد بالنسبة للمعاد ان شاء الله وركز في المعادة كويس ان شاء الله النتيجة باذن الله هتظهر يوم التلات سبعة ستة النتيجة هتظهر ان شاء الله يوم التلات سبعة ستة طبعا فيه ناس كانت قالت انه تمانين وعشرين خمسة وكده ده طبعا صعب جدا تمانين وعشرين خمسة اليوم الخميس ده ده يعتبر شبه مستحيل يعني النتيجة ان شاء الله تظهر يوم التلات سبعة ستة باذن الله كلكم هتكونوا مبسطين جدا 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 ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة عشان الفترة اللي جاي بإذن الله يكون في اهتمام كبير جدا في القناة بكل ما يخص المرحلة الثانوية سواء أولى أو تانية أو تالتة وربنا وفقكم لكم إن شاء الله السلام عليكم